بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم اجعل هذا البلد بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين واحفظ أميره وولي عهده اللهم ارزقهم الصحة والعافية وأطل في عمرهما وأحسن عملهما وارزقهم البطانة الصالحة التي تعينهم على نفع البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين هياكم الله معاي أعزاء المشاهدين في كل مكان في حلقة جديدة من حلقاتنا الآيات الحسان أعزاء المشاهدين نبدأ اليوم بتفسير سورة الصف يقول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم الله سبحانه وتعالى يسبح له ما في السماوات وما في الأرض تسبيح الله سبحانه وتعالى هو تنزيه إلا عن كل النقاص إحنا لما نقول سبحان الله يعني ننزه إلا عن كل النقاص فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول كلمتان خفيفتان في اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لما تقولون سبحان الله يعني ننزهك يا الله من جميع النقاص وهذا فيه مدح لله سبحانه وتعالى ويستحق ربنا المدح والثناء سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم سبحانه عزيز في أحكامه الله سبحانه وتعالى يدبر أمور العباد حكيم من الحكمة فهو يدبر أمور العباد يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون الله تعالى يوجه الكلام لي ولكم ولسائر المؤمنين لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتن عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون الله تعالى يريد أن يهذب أنفسنا يريدنا أن نكون أمة تفعل ما تقول وتقول ما تفعل أي أننا لا نترك الفعل والقول كل واحد لحده أن يكون متحد القول والفعل أيضا الله تعالى قال أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب الله سبحانه وتعالى يريد مننا أن نكون وجها واحدا لا وجهين بعض الناس ينصح ويتكلم ولا يطبق على نفسه ممكن إن أحد يسألنا يقول والله فلان قعد ينصح لكن خلي شوف مثلاً ولده ولا يشوف بنته ولا يشوف بيته ولا يشوف زوجته قعد يأمر الناس بالصلاح وزوجته غير الطريق ولا الزوجة تقول والله زوجها غير الطريق لا إحنا ما نقصد شديد إحنا لما الله سبحانه وتعالى يقول لي ما تقولون ما لا تفعلون إحنا أنفسنا ما ندعو إلى الحق ونكون على باطل ما ندعو للصدق ونكذب إحنا القدوة بعدها الإنسان ينصح ويدعو لكن إذا اللي أمامي ما أخذ بالنصيحة لا أحاسب إذا أمامي ما اتبع ولكنه ابتدع لا يحاسب الإنسان الذي ينصح يعني كل مرء بما كسب رهينه الله سبحانه وتعالى يريد أن يكون قولنا وفعلنا واحد كبر مقتن يعني شيء الله يكره أن الإنسان يدعو إلى الخير ولا يفعله يدعو إلى التصدق ولا يتصدق يدعو إلى الصلاح ولا يصلح حاله فحتى الله سبحانه وتعالى يقول إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص أي أنهم كالبنيان المرصوص واحد لا اختلاف فيه وإذ قال موسى لقومه يا قومي لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم موسى عليه السلام أذو قومه فموسى عليه السلام يبين لهم أني رسول من الله وأن الله بعثني وواجب على القوم أن يحترموا مبعوث الله واجب على القوم أن يعطوا مكانته لأنه رسول من الله فموسى عليه السلام حس في نفسه ما كان يعمله قومه اتجاه فقال لما تؤذونني بالقول وبالفعل وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين فلما زاغوا عن الحق تعدوا عن طريق الحق عاقبة أمرهم أن الله سبحانه وتعالى أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى من يريد الهداية هداه الله سبحانه وتعالى الله لا يريد أن يعذبنا ولا يريد أن يدخلنا النار بالعكس الله ما يضر إيماننا أو كفرنا الله سبحانه وتعالى قاعد يبين لنا الإيمان الحقيقي فلكن الله سبحانه وتعالى يريد أن يبين من يريد الضلال فالله سبحانه وتعالى يضله أنت الذي اخترت الطريق وإذ قال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم يبين أنه رسول الله مصدقا لما بين يدي من التوراة أن الله سبحانه وتعالى بين لقوم عيسى عليه السلام أن القوم الذين قبلهم مصدق التوراة اللي هو موسى عليه السلام أتى بالتوراة يعني عيسى عليه السلام جاء بكتاب من عند الله وهو الإنجيل والإنجيل يصدق ما جاء بالتوراة ومبشرا الآن شوفوا ومبشرا برسوله يأتي من بعدي اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين يريد الله سبحانه وتعالى أن يبين أن بعد عيسى عليه السلام يأتي أحمد فهو أحمد ومحمود ومحمد عليه الصلاة والسلام فمحمود في الأرض وفي السماء فالله سبحانه وتعالى يريد أن يبين لبني إسرائيل ولأن عيسى عليه السلام أتى بالإنجيل إلى الحواريين يريد أن يبين لهم أنه سيأتي من بعده رسول اسمه أحمد ومن الله تعالى يقول ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين الذي يفتري على الله الكذب أن يقول أن الله سبحانه وتعالى لم يرسل الأنبياء ولم يرسل المرسلين ويكذب بكتب الله سبحانه وتعالى وبرسالات الله سبحانه وتعالى وبالأنبياء فالله تعالى يقول والله لا يهدي القوم الظالمين أنت الذي تختار طريق الحق وطريق الباطل الله يبين لنا الطريقين لكن من أراد الحق الله يهدي ومن أراد الباطل يظل على ظلمه لنفسه يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كريها الكافر قاعدة دائما نذكرها في حياتنا من يريد أن يتكلم في الدين من يريد أن يطعم في أحكام الشريعة الإسلامية من يريد أن يطعم في سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام في كل ما جاء من الله سبحانه وتعالى أي حكم وعلى لسان رسوله عليه الصلاة والسلام الله يقول يريدون ليطفئوا نور الله نور الله ما ينطفي ما يقدر أحد يطفي نور الله سبحانه وتعالى ما يستطيع الشمس ما تتغطى في المنخل ما أحد يقدر يغطي نور الشمس فما أحد يقدر يغطي نور الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم بكلامهم بعباراتهم برسائلهم والله متم نوره ولو كره الكافرون ولو كره المبطلون أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل في قلوبنا نورا وفي أعيننا نورا وفي سمعنا نورا أن يجعل حياتنا نور على نور وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين اشتركوا في القناة